ضيف فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس وفنان كوميدي مسرحي تلفزيوني سينمائي السعبد رحيم غزواني مرحبا بك لأنفاس بريس وبارك رمضان الله يبرك فيك شكرا أخي فريد الفنان والكوميدي كيف تختلف؟ شي طريف القاتل عبد رحيم غزواني في رمضان مثلا في البلاطو دي للصوير في الشارع في الدار أنا من بين الضرائف اللي وقعت لي وهو أن هذه نوستالجيا لأن عبد الرحيم مشي الله كيبدأ مثلا في الفن أنا مثلت في سرب الحمام مع المرحوم نوردين بكر الله يرحمه والله يرحمه في الأواجر هذه بجدة هذه الرحمة وجعله من هذه الجنة صار حفتقدناه وفي هذا المسلسل كنت مكتلت معاه في سرب الحمام وكان هو بحل لوفي جيتي في هربان وتبعته وغادي صلخني وشافوه الجمهور بأنه صلخني ومع الصباح دابا في رمضان دازت الحلقة ومع الصباح كيلقاوني واقف حدا الكوميسارية والناس كيشوفوني كيقولي يا وجيتي تقييد بديك لاريبي وهو المشكل لي وأنني أنا وقف تمك في الكوميسارية كان ضارب باش يديرولي لأكارت ناسيونال الفنان وهذه هي من بين الطرائف باش يديرولي لأكارت ناسيونال عندما تبعدك الصيد اللي غادي عطمي شهادت لأكثر قال ليً، من دير فنان symbols. جزوجة الان كنت أرسام للفنان . وسأريد Kamera ذلك من التعليم منصع سأريد enemangية لموسيقى ثم غاض erle Zova وأظرني شخصيها لتعليم للفنان وسأفقل عن فنان وحنا باقي عندها بحاليا كانت ضاربوا على فنان واللي مصبرنا على هاد المهنة دي الفنان ومالناس اللي كي يحبونا وكي يشجعونا وكي يشوفوا الأعمال دينا وكي يعنقونا وكيقولونا ركنتا عزيز علينا وكي يعجبونا الأعمال ديالك والحمد لله قال الأعمال اللي خدمنا فيها كانت كلها أعمال جميلة جدا والحمد لله الجديد دي لسي عبد الرحيم يعني فترة رمضان هو مول كامانجا العرض الفوكاهي بالنسبة للعرض الفوكاهي الفوكاهي مول كامانجا هوجا وهذا كعرض صاخر كي يحمل في الجعبة دياله الكثير الحمد لله كنت لعبت ثلاثة ديال العروض في الديار الأوروبية حاليا لعبت عرض في برنسي كان تجاوه كبير مع الجمهور لدرجة أنه من لسالية العرض تفاجأت بأنه ربما النص ديال الجمهور كله طلع عندي اللاسين وهذا شي يقول لي كي شجعني وكي خليني نصبر وكنقول لا ضروري خصني نبقى في هاد الميدان وخصني نبقى متشبت بالموهبة ديالي ونصبر ونكمل الطريق ديالي تنوصل لطريق النجاح إن شاء الله السيد عبد الرحيم كان شي جديد في كلفزة هاد السنة في رمضان هاد السنة هادي كان اعتبرها أنا ما نقولش إقساء ولكن أرزاق بيادي الله يعني ديالس عندك كلفزة سنة بيضاء يعني بحل تقول سنة بيضاء رغم أن بزاب ديالناس يقولوا لي وش كين شي جديد كان نقول لهم كونجي ما بغيش نقول لهم مرانا التقع ودلان تريد خبت ما نبقاش المتل بكتين لهم هار كونجي كونجي يعني نوجدوا الجي يعني هاد الميستر وغنشوفها في رمضان إن شاء الله هاد الميستر وده بالمشكل أنني دفع في جميع المقاطعات ودفع الوزارة التقافة ودفع المسار لازلت أنتظر أنتظر لأن هذه المسرحية لعبنا بعدها بجوشة العروض والناس اللي تفرجوا فيها ما كرغوش يشوفوها مرات ومرات وكذلك تتواقفها احنا مثلا ديما كنديروا التوكيل ديالنا في الله يعني كتقول ما أعطونيش الدعم دفعت الدواسة ديالي تقريبا خمس سنين هدي ما كتتاخدش الدعم كتقول آجي غادي نشوف واحد العمال نديره مع الأصدقاء ونصرف عليهم من جي بي وندير لي الديكور من جي بي وندق الأبواب ديال وزارة التقافة وندق الأبواب ديال المقاطعات اللي ما عرفتش أنا هاد العام هادا وقبل منه يعني ما عرفتش علاش المقاطعات كلهم لحد الآن عندهم عندهم يعني ملفات ديال المسراحيات ديالي أنا ولحد الآن ما كينش تجاوب ما كينش إجابة كيدوز اليوم العالم المسرح ما كيكونش المسرح كيدوز اليوم المغطاني المسرح ما كيكونش المسرح ما عرفتش تنتمنى الرسالات شكرا 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 يعني ودنزل المقاطعات ووزارة التقافة تفتح العبد الرحيم الغزواني لباب دياله تنتمنى لأن عبد الرحيم الغزواني كيقدم الحاجة اللي كتبان نتيجة دياله سير بلاس يعني في نفس الوقت يعني كتدير عمال كيبلك التجاوب ديال الجمهور تيت سويت بكل تواب يعني ما كتبقاش تقول عندك الشك ولا شي حاجة وحنا الحمد لله رمشي الله كيف بداية حنا محسوبين من الرواد كان بغي واحد الرسالة نقدمها الرواد مخصومش يتهمشوا حنا خصنا نخدمه من حدنا باقين في القوة ديالنا بقعتنا الطاقة ديالنا يعني ما خصناش نبقا ونتهمشوا ونتقساو حتى كنوصلوا للشيخ وقاعدة باش نتعطاك الفرصة وتولي مثلا خدام وكتتحصل على هذه الأيام اللي دازت طيق شكرا 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 ورمضان مبارك سعيد علينا وعليك والله حبداك وشكرا اشتركوا في القناة